القناة ناشر الاسرائيلية قالت ان الكنسة رفض اقتراح سحب الثقة من حكومة ديتانياه 18 من 120 بس من عضاء الكنسة هم اللي صوتوا اللي صالح الاختراح اللي قدموا حزب العمل والحزب قال في اقتراحه حماس احتجزت بناتنا وفتيننا لمدة 108 يوم وحياتهم معرضة للخطر في اي لحظة فوجود حكومة زي دي تم التخلي عنهم واختطفهم والحكومة دي مش بتاخد قرارات عشان ترجعهم وقالوا احنا متوقعين من كل المعارضة انها تدعم اقتراح سحب الثقة ومطالبة الحكومة انها ترد على الاسئلة اللي مخلية اي مواطن في دولة اسرائيل يقدر ينام بسلام يعني 18 من 120 يعني 15% بس هم اللي وفقوا على كلام ده يعني معناها 85% من الكراسة شايفين ان نتانياهو برافو نتانياهو طلع في فيديو مبارح وقال انه بيرفض بشكل قاطع الشروط بتاعت حماس انها عشان تطلق صراح المحتجزين وقال ارفض بشكل قاطع شروط الاستسلام اللي حطها وحوش حماس هما الحقيقة وحوش يا معلم وحوش يعني هما وحوش فقالك مقابل اطلاق صراح راهينا حماس قال ايه قال عايزة توقف الحرب وعايزة قواتنا تنسحب من غزة واننا نطلق صراح جميع القتلة ايه عام ان انت توقف الحرب وتنسحب وتطلق صراح جميع الفلسطينيين اللي انت حطتهم في سجونك قالك لو قبلنا بكده يبقى جنودنا راحوا هدر ما هما راحوا هدري باش انت لقيت بين في المحرقة قالك لو قبلنا بكده مش هنقدر نضمن امن مواطنين ما يا فندم انت كده او كده مش هتقدر تضمن امن مواطنيك لعشرات السنين القادمة بسبب ما فعلته خلال المية وتمانية يوم وعايز اقولك يعني يا سيد نتانيه وشكلك هتقبل بكده وبابو كده وبام كده مش بس هتقبل بكده شكرا شكرا